بعض الناس كمان بتتكلم عن مصداقية هاي زي الجايزة وان في عوامل تانية بتخش غير عوامل فنية وبتخش على مستوى السبونسر على مستوى الاعلانات على مستوى الاسماء المطروحة ممكن تكون بعض الناس بتشوف مش دي المصداقية الكاملة مش ده يعني التقييم الكامل اللعيب بشكل احترافي او بشكل مهني بتخش عناصر تانية وجود اللاعب يعني بعض الناس بتربط انه ميسي وجوده في باريس سان جرمان بدأ الدنيا تتكلم او مجالة الفرانس فوتبول الموجودة في باريس بدأ تقول لا حتى موقع اللاعب فان هنا دي بيأثر انت شايف الجزئية دي ازاي هاي الموجودة بالفعل او مش موجودة طبعا موجودة طبعا بس خلالنا نقول ان فيه تلات عوامل بيتم تقييم اللاعب من خلالهم اول حاجة الاداء الجماعي ده رقم واحد اداءك مع المنتخب او الفريق بتاعك وده اللي بيخلينا نستبعد صلاح بالنسبة كبيرة من التتويج السنادي ومعظم التقرير العالمية مش احنا بس استبعدته لان صلاح لم يحقق شيء مع ليفاربول للأسف في عشرين وعشرين خسروا الدوري وخسروا طلعوا من اوروبا وحتى الدوري لحق يعني قدروا ينهوض من الاربع الاوائل بصعوبة زي مع كلهم تابعين في اخر اسابيع الموسم اللي في السيزن اللي فات فهو ما عملش حاجة في عشرين واحد وعشرين على صعيد المنتخب الوطني ما كانش فيه ارتباطات ما كانش فيه امم افريقيا ما كانش فيه حاجة على المنتخب مصر فصلاح ما عملش حاجة في عشرين واحد وعشرين فاول نقطة بيتم التقييم عليها هي الاداء الجماعي وده اللي بيرجح كافة ميسي عشان السنادي بطولة كأس امم امريكا الجنوبية اللي خدها كوبا امريكا اللي اول بطولة كبيرة يحرزها البرغوت أو أول بطولة بشكل عام يحرزها مع منتخب الأرجنتين دايماً خد بطولات مع الأندية وكان دايماً حظه وحش وصل النهاية كاس عالم خسر ووصل النهاية البطولة دي قبل كده خسر السنة دي قدر أنه يقود التنجو لأول لقب كبير من سنوات طويلة ويحقق البطولة من النقطة التانية الأداء الفردي الأداء الفردي وده اللي بيرجح مع بنسبة كبيرة جداً حزوث ليفاندوفيسكي لأن ليفاندوفيسكي عنده الأداء الجماعي واخد سلسية مع بايرد ميونيخ واخد أداء فردي حطم رقم طبعاً مولر وحطم أرقام كتيرة جداً على سعيد الأهداف مكينة أهداف لتهدأ ليفاندوفيسكي الموسم اللي فات حقق 52 هدف في جماعة البطولات 52 هدف في موسم واحد رقم الفيفا علاقة رقم مهوله الاتحاد الأوروبي نفسه تكلم فيه وعايز أقول الحراكة كابتن هاني أن من الظلم أنا شايف من الظلم عدم منح الجائزة لليفاندوفيسكي ودي على فكرة النغم اللي سايرة حالياً في ألمانيا ونادي بايرد ميونيخ عامل حملات كبيرة جداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبتكلم إذا لم تعطوها لليفا هو قاله كده فمن يأخذ مين اللي حق بيها